بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد أهل البيت سفينة نوح سفينة نوح كانت سفينة عالمية قد ركب فيها النبي نوح والمؤمنون أسائرون على منهجه نعم ومن كل أنواع الحيوانات والطيور ولكن مع الأسف بعدما توقفت الأمطار ونشفت الفيضانات وعاد المؤمنون إلى الأرض وبدأوا بالعمل فانقسم منهم نعم إلى قسمين المؤمنون والفاسق ولم يتخلصوا من الفاسقين فهؤلاء المؤمنون استمروا في هذه المسيرة والله سبحانه وتعالى بعد سفينة نوح صنعه سفينة أهل البيت سفينة محمد وآل محمد سفينة لإنقاذ المؤمنين مرة أخرى ولكن على نحو أشمال وأوسع وفي بلاد متنوعة وكثيرة وعلى مدى أحقاب تاريخية طويلة هذه كلها المؤمن المخلص الصالح يركب في سفينة نوح سفينة محمد وآل محمد والخط الثاني البعيدون عن الدين الفاسقون والمنافقون والكافرون يركبون في السفن الأخرى سفن الأشرار نعم سفن البعيدة عن الدين سفن الملوك الغارقين في الأهواء والإدمان على الخامر والمخدرات واللهو وحالات القصف الليل وهذه الأعمال الشيطانية الإبليسية فسفينة نوح واقعا سفينة عظمى عندما تجد أن ربان هذه السفينة هو سيد الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقائد هذه السفينة وخليفتها هو علي بن أبي طالب عليه السلام لذا وردت في هؤلاء آيات كثيرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل هذه الآيات عظيمة أولادنا هم الحسن والحسين نساؤنا من يمثل نساء أهل البيت المعصومات لس لنساء النبي لا فاطمة بنت محمد أم الأئمة الأطهار التي نزلت فيها وفي حق الأئمة نعم إن أعطيناك الكوثر الله سبحانه وتعالى أعطى للنبي محمد ما لم يعطه لأحد من العالمين إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر أعطيناك الكوثر الكوثر شنو؟ الخير الكثير بماذا يتمثل الخير الكثير؟ يتمثل بفاطمة وأولادها الأئمة عظماء الكون الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين عظام الكون واحد يقول طيب يوجد علماء كثير هؤلاء العلماء لا يوجد شيء اسمه علماء في الدنيا العلماء هم أهل البيت الأنبياء الأنصياء هؤلاء العلماء في الدنيا اسمهم مجازي علماء ليسوا بعلماء لذلك ينسون ويسهون أما الأنبياء والأوصياء لا ينسون ولا يسهون علماء الأرض تعلموا الواحد عند الآخر تعلموا الصحيح وتعلموا السقيم تعلموا الشيء الذي ينفع وشيء الذي لا ينفع أما أهل البيت هؤلاء ليسوا بحاجة إلى تعليم كما ورد في حديث الثقلين فلا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم ليسوا بحاجة إلى أن يذهبوا إلى الكتاتيب إلى الملالي إلى المدارس إلى الجامعات فيدرسونهم كتب الناس وكتب الناس فيها الغث والسمي فيها النظريات الصحيحة والنظريات الباطلة هذا لا ينفع أما هؤلاء فعندهم العلم العلم الإلهي العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء هكذا لا أنه يذهب إلى الكتاتيب ويدرس نعم الأمور المختلفة والمتناقضة والصحيحة والسقيمة لذا أهل البيت عندهم سبع وعشرون فقر من الأهل والبشرية جمعا عندها نقطتان نقطتان ماذا ينفع لذا لا يتمكنون من علاج الأمراض لا يتمكنون من القضاء على المشاكل الاجتماعية البيئية الجغرافية الكيميائية الفيزيائية كل ما يحدث في الكون من مصاعب لا يمكنهم التغلب عليها علمهم بسيط وعندما يأتي الإمام المهدي عليه السلام علمه كبير فيستطيع القضاء على المشاكل الموجودة في الدنيا يمكنه تسخير كل شيء يسخر الرياح يلين الحديد بولايته التكوينية أن يفعل كل شيء الله أعطاه الولاية التكوينية والولاية التكوينية للأئمة لذلك عالم أهل الكتاب من هو؟ ذاك علي بن أبي طالب عليه السلام لكن الحساد جاءوا وقالوا عالم أهل الكتاب هو اليهودي عبد الله ابن السلام يا أخي كيف يكون يهودي بسيط ومنحرف وفاسق يكون عالم أهل الكتاب عبد الله ابن السلام رجل فاسق كان من أثباع عثمان وكان من حواشي عثمان ففرهد الأموال ونهب خزينة البلاد فعندما أرسله عثمان بن عفان سفيرا له إلى ثوار في المدينة طردوه قالوا له أخرج يا يهودي إنما أنت يهودي لست مسلما أنت كذاب شيء عظيم شيء عظيم فلذا نعم الإسلام جاء بالشيء العظيم وبيّن قدوات للبشرية لا يمكن للبشرية أن يقدموا قدوات مثل أهل البيت مثل الباقر الصادق الجواد الهادي العسكري مثل الإمام المهدي عليه السلام علمه سطوته جهاده منزلته لا يمكن لأحد أن يصل إليها لذا يبينها الإمام الباقر بشكل جميل ماذا يقول هذا الإمام الباقر باقر العلوم الذي يصفه النبي محمد بأنه باقر العلم محمد الباقر يقول الإمام الباقر عن الإمام المهدي لو أدركته لخدمته طيلة حياتي لمنزلته العالية وعلومه الراقية وسطواته وقدراته وإدارته وشجاعته منزلة لا يمكن أن تدرك لا يمكن أن تنظر إليها بالعين ولا أن تفكر بها في الذهن منزلة كبيرة للإمام المهدي عليه السلام فهؤلاء هم سفينة أهل البيت والآن تجد الكثير من المسلمين لا يركبون بتلك السفينة بل فروا منها مثل ما فر منها ابن نوح نوح يقول له اركب يا ولدي أركب أركب سوف تغرق يقول لا سوف أذهب إلى جبل يعصمني عقله صغير لا يصدق بأبيه لا يثق بأبيه فغرقه وزوجة نوح لم تركب في السفينة فكانت من الغاوين كانت من الفاسقات لذلك جاءت بهذا الولد العقيم المحارب للدين والمخالف نعم لأبيه النبي نوح فالذي يترك سفينة أهل البيت يغرق يغرق ويذهب مع الغاوين الناس الكثير من الناس اهتدوا إلى سفينة أهل البيت وركبوا بها قلت له في الأعشاء كان يعيش في جزيرة في نجد نجد صحراء كبيرة واقح أنا عندما ركبت في الطائرة وجئت من النعم فوق نجد أراض مخيفة لا يوجد فيها بشر ولا شجر ولا طرق عندما يفتحون طريقا هذا الطريق تأتي إليه الرمال وتغطيه فلا تعرفوا العربات أين الطريق تحتاج إلى فتح الطريق مرة أخرى خصوصا أثناء هبوب الرياح القوية فجاء الأعشاء من نجد في هذا الطريق الصحراوي الصعب إلى مكة عندما كان النبي الأعظم في مكة صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليسلم فعندما وصل إلى مكة ليسلم شاهده أبو جهل قال له لماذا لم تخبرنا بوصولك لماذا هكذا مفاجأ وصلت قال لأني الآن لم أأتي إليكم بل جئت إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله لأسلم فتعجب أبو جهل فأراد أن يثنيه ويرده عن هدفه فقال له لا تسلم الإسلام لا ينفعك لأن الإسلام يحرم الزنا فقال الأعشى نحن شبعنا من الزنا وكذا ولا نريد بعد هذه الأعمال الجاهلية نريد أن نسلم ففكر أبو جهل ثانية وقال له الإسلام يحرم الخامر قال صحيح قال نعم فقال الأعشى أنا لا يمكن أن أترك الخامر أنا متعود عليها فقال إذن كيف تسلم وأنت لا تستطيع التوقف عن شرب الخامر قال لا أدري فقال له أبو جهل ما أنت فكر فقال إذن أعود إلى بلدي نجد ويشرب الخامر سنة وبعد سنة يعود إلى مكة ليسلم فقال له أبو جهل هذه فكرة جيدة أرجع إلى نجد فرجع إلى نجد ولم يسلم ضحك عليها أبو جهل عندما عاد إلى وطنه فعمل حوضا للخمر وكانت عادة العرب الجاهلية هكذا يجلسون في هذه الأحواض ويتكلمون ويشربون الخمر وبقي على هذا عدة أشهر فأرسل الله تعالى إزرائيل ليأخذ روح الأعشى هذا لا ينفع هذا يريد أن ينتظر سنة ومن قال لك أنت سوف تعيش سنة ومن قال أنت في السنة القادمة عندما تأتي لا يأتيك أبو جهل مرة ثانية وأبو لهب فيثنيك مرة أخرى ولا تسلم فأنت لا تفيد فجاء عزرائيل وأخذ روحه فأنا تكلمت بهذا الحديث لهذا صديقي خريت جامعة السربون الذي قال لي أنا لا أركب بسفينة أهل البيت وسوف أذهب وأبحث لمدة السنة وأأتيك في السنة القادمة في الحاج ونلتقي ونبحث ونفكر في اليوم الثاني اتصل معي هذا الشخص خريت جامعة السربون الدكتور وقال لي الليلة أريد أن أراك فوق الكعبة يعني في الطابق الثالث للكعبة الشريفة فاتفقنا بعد صلاة العشاء فجاء وقال قف معي أمام الحجر الأسود فوقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي ولي الله تعجبت أنا قلت له أنت قلت أذهب وأفكر وأبحث لمدة السنة مثل الأعشاء فلماذا الآن جئت بعد ليلة وتشيعت وركبت في سفينة نوح سفينة أهل البيت لماذا فعلت هذا قال عندما ذهبت في الليلة الماضية وأردت أن أنام على الوسادة فعندما وضعت رأسي على الوسادة خفت أن يأتي إزرائيل ويقبض روحه فيقول لم أنا من ليلة كله وبقيت إلى هذه الساعة والآن جئت وأعلنت طاعتي واعتقادي وولايتي وتبعيتي لأمير المؤمنين علي عليه السلام وركبت في سفينة أهل البيت الآن يمكنني أن أنام فإذا قبض روحي جبرائيل فأنا في أطمئنا في أطمئنا فهذه حالة سفينة نوح الكثير لا يركبها الآن يقول نركبها في آخر حياتنا بعدما أن نصل إلى عمر السبعين والثمانين والستين يا أخي من قال لك أنت تصل إلى عمر الستين ممكن أنت تموت في عمر العشرين والثلاثين والأربعين وهذه البشرية في كل يوم تموت في كل لحظة في كل ساعة وأنت عندما قرأت القرآن ووجدت بأنه الركوب في سفينة الإيمان وسفينة أهل البيت وسفينة الأنبياء قضية واجبة فلماذا لا تركب سفينة الأنبياء لماذا تصبح مثل زوجة نوح وابن نوح هؤلاء تركوا السفينة وغرقوا فرعون ترك منهج موسى وغرقه وانتهى وانتهى فسفينة نوح تبين وترشد الناس للركوب إليها والكثير يمكنهم أن يركبوا سفينة نوح ولا يحتاج إلى أن يعلنوا عن إنهم نعم من الشيعة لا يحتاج كثير من علماء السنة متشيعون ولكن لم يعلنوا تشيعهم ويمكنك أن تعرف تشيعهم من كتاباتهم مما دونوه مما فعلوه ذهبوا شهداء في هذا الطريق وهذا يبين تشيعهم أنهم شيعة ولكن ماذا ولكن هم لم يعلنوا عن تشيعهم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة